موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته موقع المتابعين العزاء كان يسأل بيقول لو تعملت على المتابعين بالفيزا هل هي امان او مش امان مبدئيا عشان بس الناس تبقى واضحة او نبقى واضحين في الكلام بتاعنا رسميا 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 العملات الرقمية غير مصرح بالعمل بيها دي مفهاش فيها جداد في السعودية في اه في الاردن في مصر في اغلب الدول العربية العملات الرقمية غير مصرح بيها فانت تقلق من منصة زي باينانس زي كوكين ولكن القلقة بتاعك يجي منين او ايه القصة بالضبط مبدئيا كوكين وباينانس والمنصات دي ما بتعملش حاجة اسمها افشاء المعلومات او الافصحة للمعلومات يعني ايه يعني ما ينفعش الحكومة بتاعت مسلا اي الدولة سين تخش تقول لباينانس انا عايز اه الشخص الفلان ده حسابه عندك كام او فتح حساب او لا او اديني مسلا اا المواطنين كلهم من فتحين حساب في الدولة بتاعتي ما ينفعش ده اسمه افشاء اا معلومات ما بيعمش ازا البنكي كده ما ينفعش البنكي انه يروح يقول له حساب كام لكن في امر قضاء انك كنت مسلا عليك قضية عليك فلوس فهيستفسر اقول له هل الراجل ده عنده فلوس في البنك او لا يعني يوم ما يبقى فيه مشكلة قانونية على حضرتك من حقه انه هو يطلع معلوماتك لان فيه قضية نصب باقي بتاع بيبقى فيه لازم انه هو يفسح عن المعلومة بتاعتك لكن كمتعامل مع المنصة ما بيفصحش عن المعلومة بتاعتك فمبدايا منصات رقمية فيها مشكلة فوركس بالنسبة لمصر مش ممنوعة السعودية في حجم اسمها هيئة الرقابة الادارية او المالية تقريبا بتدي تصريح تقول لك الشركة دي مسموح بيها او لا فهي في دول يعني في شركات او منصات السعودية شايفة انها مثلا لا دي مش هتشتغل معنا ولكنها شغلة في باية الدول عادي ففوركس في مصر مش ممنوعة في السعودية برضو مش ممنوعة ولكن يقول لك لا دي مش مرخصة من ناحيتنا عايز اشتغل فيها اشتغل بناء ناعي يعني انت ونصيبك بقى بلا عنين لو حصل حاجة احنا من اضمنها نقش بالنسبة للعملات الرقمية انت بتتعامل بالفيزا اه البنك بتاعك بتعمل بس البنك برضو هي نفس القصة انه هو ما بيفصحش عن المعلومة بتاعتك انت بتتعمل مع مين وطلبت تعمل الفيزا ما فيش مشاكل لكن بالنسبة للبنر اوبشن او الفوركس دي ما فيش فيها مشاكل ما تقلقش انك انت تتحط فلوس او انك تتعامل مش هيجيب وضع لي كلك والله انت بتعمل في المنص في البنر اوبشن مش هيجيب وضع لي كلك انت بتعمل في الفوركس الناس كتير جدا في مصر بتتدول في الفقرب الكلمة على مصر الناس اللي عرفها ممكن دول تاني ما عرفش بالزبط النظام بتاعهم بس بقيس على ذلك ان عندك مثلا في المصر ناس كتيرها جدا وقالوا شغالين في الفوركس وبيعملوا اجتماعات ومعروفين في مصر ان هم مسكين شركات فوركس وعادي بالنسبة لهم لكن العملات الرقمية هي اللي كان نازل عليها قانون او نازل عليها التحذير ده رسمي يعني دي مفهاش فيها جدال واتنشرت في الجراد الرسمية فما فيش حد يجادل فيها يقولك والله انا هفتح عملات الرقمية واشتغل عملات الرقمية وانا كده في السليم لا الحكومة قانونا لها في اي وقت انها تعمل معاك الجلاشة يعني انها يتعقبق وانها تحط عليك عقوبات وكده دي بالنسبة للموضوه بس النقطة دي كانت مهمة جدا عشان ناس كتير دا من بتخلط مبنع وابت consistency بالنسبة لمنصة جديدة هي نرى او بشن شغالة فوركس وشغالة فيكس تايم وشغالة حاجات يعني شغالة كذا حاجاتي مش ممنوعة فانت مفيش مشاكل انك تتعمل مع او بشن تتعمل مع قدكس تتعمل مع اي شركة تاني مفيش مشاكل لك تتجي على العملات الرقمية برضو انك تخزن او بتاع هي المشكلة انك الحكومة تعرف انه فلان عنده كذا بس هي دي عشان الناس الآن هي المشكلة ان الحكومة توصل انه فلان عنده كذا عملات الرقمية مثلا كده انت بوقعت تحت طالة القانون بالنسبة لأولمبي تريد الناس اللي حاب انتعم بأولمبي تريد في ميزة موجودة معرفش الناس كلها عرفها لا وهي الدفع عن طريق فوري وفي حاجة اسمها الوكيل المحلي الوكيل المحلي ده شخص زي وسط ميالي بياخد منك الفلوس وهو بيبلغ الشركة انه فلان اعمل ادع كذا وبيحط لك الرصيد في الحساب بتاعك ونفس الفكرة في السحب والادع طبعا الطريقة دي افضل للناس اللي هي مش عارفة تتعامل عن طريق محافظة الالكترونية او عندها مشاكل في انها تستعمل الفيزا يعني اغلب الناس دائما بتشتكل ان الفيزا السحب بيبقى فوري لكن اه سوري الادع بيبقى فوري ولكن السحب بيتأخر في المقاصة ما بين البنوك فممكن ياخد اكتر من خمس ايام او اكتر على حسب معاملات البنوك لكن انت بالنسبة لك لو هتشتغل على اه حابب انك تعمل ادع بعشرة دولار ممكن تعملها عن طريق فوري عندك فوري حسبك بسار البنك انهم بيدخلك الكود ويعامل اعملي الدفع يعني ان arrows يجب وت voulez size additional Vali عندك فوري عندك الوكيل المحلي وflows روي بيبقى الادع اكتر عليك الود Museum ويجب ويجب الخطوات وتعمل الادع واتخش لفلسفة حسابك وايbsط طريقة السحب ايستسهب عن طريق فوري لو عايز تسحب الارباح او هتسحب عن طريق الوكيل المحلي مصر فيها وكيل محلي ما عارش ببات الدول كلها فيها وكيل محلي ولا لا ولكن الموضوع انك انت تدفع فلوس او انك انت تتعامل مع المنصات سهل وامن وفي نفس الوقت سريع يعني انت دلوقتي بقى بسهولة جدا انك انت لو مش عارف ما عندكش خلفية في المحافظ ما الى ذلك عن طريق فور هتخلص الموضوع عن طريق الوكيل المحلي هتحول الفلوس وتفور كاش او الطريق اللي هيقولك عليها هتبص وتلاقي الرصيد نزل لي فالحمد لله والفضل لله ان الدنيا مشى معايا تماما والدنيا زي الفل ما فيش اي مشاكل طبعا الناس هتقول لي فين الفيديوهات بتاعتي التداول انا زي ما وعدت هنشتغل ان شاء الله بس احنا اهم حاجة التأسيس يعني الناس تتصغير للفترة اللي انا اتكلمت فيها تبتدي في الاسيات الحاجات اللي اتكلمت فيها قبل كده انك تعمل زاد انك انت عندك برضو هتلاقي في انا في شارع استراتيجيات كتير على اي كي اوبشن ممكن انك تاخد تضرب عليها مؤقتا لغاية لمنزل بالشرح الجديد ان شاء الله وده قريب جدا واشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته